دائما في الشهر الأول من الحجر الصحي مع ملاحظات محجور والإدارات إذن هناك إدارات كانت تستقبل في الأيام العادية المواطنين لقضاء مآربهم إن شاء الله تبارك وتعالى وخاصة الإدارية شواهد مآرب إدارية ضروريات يحتاجها الإنسان حتى يماشي إن شاء الله تبارك ومشاريعه إذن فكل أمور المسلمين في هذا البلد تتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى على المسائل الإدارية فأغلقت الإدارات إن شاء الله لم تغلق أبوابها ولكن سرحت الكثير من أبنائها والموظفين لأنه لا يمكن في إطار ما يسمى بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي أن يجتمع موظفون كثر في إدارة واحدة أو في حجرة واحدة في مكتب واحد فتب الاستغناء عن الموظفين وتمت إحالتهم إن شاء الله إلى نوع منه الراحة يعني سمح لهم وأذن لهم في أن لا يأتوا إلى هذه الإدارات بإذن الله تبارك وتعالى وأعرف الناس الكثر وبذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وقع الكثير من المواطنين في حرج شديد الحرج الشديد يتلخص في أمور كثيرة أولا لم يعد بإمكانهم الحصول على الوثائق القدارية أكرتنا الصنار عقود الازدياد الكثير من هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أصبح من المتعسر جدا أن يحصل عليها الإنسان في ظل الحجر الصحي يعني كانت هناك بعض الحلول المقترحة لكن المغاربة لم يكن قد ألفوها فهو أمر جديد وهو محاولة مباشرة هذه الإدارات عن طريق الأنترنت وهذا أمر لا يتأتى للجميع لأسباب كثيرة منها أن كثير من الناس بيوتهم ومنازل غير مرتبطة بشبكة الأنترنت ثانيا أن هناك الكثير من أبناء البادية الذين لا زالوا لم يلجوا إلى هذا المجال ثالثا أن هناك من ولج هذا المجال لكنه لم يتعامل ولم يسبق له أن تعامل بهذه الكيفية مع الإدارة عن طريق الأنترنت إذن فالأمر جديد ومستحدث شكل إن شاء الله عائقا في وجه كثير من المواطنين للحصول إن شاء الله تبارك وتعالى على هذه الحقوق الإدارية من جملة المشاكل المترتبة عن إغلاق الإدارات أبوابها في وجه المواطنين هي مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى والقضية دي المحاكم خاصة المحاكم لم تعد تستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى المقدمين على الزواج من الرجال والنساء فليس هناك من يقوم بتوثيق هذا الزواج ولا الطلاق ولا الحصول على الأوراق نطع الإرث عند الموت وتوقف عمل العدول في مكاتبهم فحدث في هذا إن شاء الله تبارك تباك كثير عند الكثير من المواطنين وقد سألني كثير من أبنائي الذين عقدوا على أزواجهم قبل كورونا وكانوا لحد الآن لم يتوصلوا بعقودهم أو خطبوا ووفروا جميع أركان وشروط صحة الزواج وبقي التوثيق فقط فلم يستطيعوا توثيق زواجهم لحد الآن وهناك من سألني هل يمكن أن أقوم إن شاء الله بأن أأتي بزوجتي إلى البيت بإذن الله لكي تصوم معي فكنت أقول لهم إذا أنتم الكواتركوا دفعتوهم وكل أركاني وضوابط وشروط الزواج متوفرة فهو زواج الشرعي إن شاء الله والتوثيق هو الآن في الإدارة وقد وصلهم ذلك الأمر بقي فقط التوثيق الذي يستحيل الآن أن تحصلوا عليه نظرا للظروف الحالية لماذا لا تتفاهم عائلة الزوج وعائلة الزوجة وتجتمعون إن شاء الله في بيت من البيوت ديال الزوج الذي للزوجة وجيبوا واحد ثلاثة ولا أربعة تعالى عائلة ثم تعلنوا إعلانا بسيطا بإذن الله وجي مع زوجتك إن شاء الله تبارك وتعالى وحينما تنطلق الإدارات بإذن الله في ممارسة ومباشرة أعمالها تحصل إن شاء الله تجيب غير ذلك الكاغة السلام عليكم لكن سبحان الله لاحظت أن هناك رفضا مستميتا وخاصة من قبل من قبل شكول النساء تقولك أنا خسني يا سديد ترفع حد شيء واحتندر أنا العرس كبير واحتندر أليس هذا في مصلحتكما لماذا الإنسان يتبع عادات تأتي على جيبه وتأتي على سمعته ينفق المال الكثير بغير طائل فقط للمباهات والله أربي لها أنكم كاين الشي واحد زوجة اللي قالت الزوج تاحها أحنا نقع ما نديره شذا الشي ديال اللي عرس هاتش خمسة ولا ستاتة ندير لهم إن شاء الله تباركاس تعالتاي لنعلن أنه داخل بها ثم الأموال التي كان من الممكن أن نصرفها كذا بسفاها هاش نديرو بها نشيروها سيارة أو لا نزيدوها في الدار أو لا أو لا نبلع بها شي ثغرة نغلق به ثغرة من الثغرة شوفوا الناس اللي عنهم العقل في بلجيكا إن شاء الله تبارك وتعالى سألني أحد الإخوان وقد خطب مرأته إن شاء الله تبارك وتعالى ودار حتى الكغط فجاءت الجائحة وكان من الممكن إن شاء الله تبارك وتعالى أو لا كانوا قد اتفقوا على أن الزواج سيكون مثلا مثل في شهر يونيو وكانوا قد اكتروا هناك ما يسمى بصالة كبيرة الصالة لم تعد تعمل وقالت لهم إن شاء الله يعني الصالة الناس تعد الصالة بأنه بإذنة من الممكن جدا أن ترد إليهم أموالهم فقال لها من الأحسن والأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقيم عرسا غيبينتنا إن شاء الله قتلوا لا ما نجيش وما يمكنش تندر المسألة اللي كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذلك لما رآها متشنجة وتطالب بهذا الأمر قام بتطليقها والعياذ بالله هيا خسرت كل شيء أنا شاء الشيء أنا شتعقده لماذا تؤسرون الحلالة وتؤسرون الحرام وحتى الولدين ديالهم لو كان كانوا إن شاء الله عقلي كانوا يتفقون على هذا الأمر لأن المسألة سألت زواج وبناء بيت لماذا هذه المظاهر وشوفوني والنخوة على الأخوة لأن هذه من الملاحظات إن شاء الله تبارك وت التي لاحظتها بسبب إغلاق الإدارات أبوابها في وجه المواطنين هناك مشاكل كثيرة حدثت للمواطنين في مجالات شدة كانت أمورهم لحتى تقضى لا بد للجوء إلى هذه الإدارات فتعطلت مصالحهم بسبب تعطل الإدارة هذه ملاحظة من الملاحظات كورونا والإدارة وصل الله على حبيبنا محمد